موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي هقدم لكم مدى الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم احنا اخر مرة تكلمنا عن المناخ وقلنا في عوامل تؤثر في المناخ وقلنا العوامل دي موقع فلكي مناطق ساحلية أو المسطحات المائية ثلاثة تضاريس هبدأ أكمل بعد كده الأقليم المناخية في الوطن العربي الحقيقة أن أنا عندي في الوطن العربي حوالي ثلاث أقليم مناخية أول إقليم هو إقليم اسمه إقليم بحر متوسط الإقليم الثاني اسمه الإقليم الصحراوي الإقليم الثالث اسمه الإقليم المدالي يبقى أنا عندي محور كلامي النهاردة عن ثلاث أقاليم مناخية في الوطن العرب إقليم بحر متوسط ودهوة في المناطق السحلية الشمالية اتنين الأقليم الصحراوي وده في منتصف الوطن العربي تقريبا ومساحته كبيرة جدا حوالي 80% من مساحة الوطن العربي أما الإقليم الثالث فده بيتكلم أو اسمه الإقليم المداري ودهوة في المناطق الجنوبية لدول الوطن العربي وهنشوف قد إيه إن العوامل اللي احنا تكلمنا عنها في تأثيرها على المناخ هتبدأ تأثر بشكل واضح على هذه الأقليم المناخية كل إقليم من الأقليم ليه موقع ليه نوع معين من النباتات والحيوانات وليه مناخ مختلف طيب إحنا ممكن نتكلم أكتر وبشكل أوضح عن الأقليم دي من خلال البورد اللي قدامنا تعالوا كده نشوف تعالوا نتكلم عن الأقليم المناخية بشكل أوضح أول إقليم مناخي عندي اسمه إقليم البحر المتوسط يمكن من اسمه بيوضح إن الإقليم ده مكانه في المناطق الشمالية للوطن العربي إذن بالنسبة للموقع وده أول جزء بالنسبة للأقليم المناخية إقليم بحر متوسط يقع في الأطراف الشمالية من الوطن العربي طيب هو اسمه إقليم بحر متوسط يبقى بيطل على سواحل البحر المتوسط يبقى أن أول شيء بتكلم في الأقاليم المناخية عن موقعها مكانها فين في الوطن العربي أو الإقليم اسمه إقليم بحر متوسط ده موجود في الأطراف الشمالية في الجزء الشمالي أو الأطراف الشمالية للوطن العربي وهو بيطل على سواحل البحر المتوسط أمثلة على بعض الدول اللي فيها إقليم بحر متوسط عندي دولة زي مصر زي ليبيا زي المغرب زي الجزائر يبقى تاني أول حاجة لهذا الإقليم موقعه فين الموقع فين على الخريطة الموقع بيقع على السواحل الشمالية للوطن العربي طيب هي بتطل على أنهي بحر بتطل على البحر المتوسط طيب أمثلة على الدول اللي فيها إقليم بحر متوسط عندي مصر عندي ليبيا عندي مناطق من بلاد الشام عندي الجزائر إذن ديت أمثلة على بعض الدول اللي فيها إقليم بحر متوسط طيب لما تكلم عن مناخه الخصائص المناخية الخاصة بإقليم بحر متوسط تقولي في عبارة مختصرة حار جاف صيفا دافئ ممتر شتاء تاني حار جاف صيفا دافئ ممتر شتاء يعني لو مسكت فصل الصيف هلاقي الحرارة مرتفعة مع جفاف أما لو اتكلمت عن فصل الشتاء فهلاقي لحد ما فيه دفء في الشتاء مع سقوط الأمطار يبقى الخصائص المناخية لإقليم البحر المتوسط هو أنه يرتفع حرارته مع الجفاف في فصل الصيف فصل الشتاء معتدل وممتر لما تكلم عن الخصائص النباتية أنا عندي هنا غابات تعرف باسم غابات معتدلة أو ممكن يسميها غابات البحر المتوسط على اسم الإقليم طيب الغابات المعتدلة المناطق اللي فيها أشجار هنا بتكون على منحضرات الجبال لأن هي فيها أمطار غزيرة وده تأثير الكتل الجبلية اللي تكلمت عنه يبقى غابات تعرف باسم الغابات المعتدلة طيب الغابات دي موجودة فين؟ تقولي على المنحضرات الجبلية إيه السبب؟ بسبب الأمطار الغزيرة وديك مثال زي جبال أطلس ده بيوضح أن الكتل الجبلية اللي فيها أمطار كتير بتأثر على شكل النبات فيطلع لغابات تعرف باسم الغابات المعتدلة وهتلاقي أمثل على ده في منطقتين أو بلدين زي الشام أو الإعراء إذا أنتين أنا بتكلم عن الخصائص النباتية فقلت في إقليم بحر متوسط اسم الغابات اللي موجودة في هذا الإقليم تعرف باسم الغابات المعتدلة موجودة فين هذه الغابات؟ تقولي تنمو على منحضرات الجبال بما تفسر السبب تقولي بسبب الأمطار الغزيرة طيب تديني أمثلة على بعض الدول تقولي مثلا زي العراق وزي بلاد الشام هتلاقي فيها هذه الأشجار طيب ممكن نعرف أمثلة على هذه الأشجار اللي هي الأشجار في الغابات المعتدلة هقولك طبعا في عندي حاجة اسمها أشجار البلوت الفليني عندي أشجار تعرف باسم أشجار الزيتون وعندي أشجار تعرف باسم أشجار الأرض يبقى دي أمثلة زي أشجار البلوت الفليني زي أشجار اسمها أشجار الزيتون وأشجار تعرف باسم أشجار الأرض أشجار الأرض ديت مشهورة أوي في لبنان وبياخدوها كشعار في العلم لدولة لبنان إذن أشجار الأرض دي التي اتخذتها لبنان شعارا لها ده موجود على العلم الثاني الإقليم الأول أول إقليم مناخي في الوطن العربي اسمه إقليم بحر متوسط طيب هو موقعه فين؟ تقولي في المناطق الشمالية للوطن العربي بتقع على ساحل البحر المتوسط يبا ده مكان طيب لو أدينا أمثلة على الدول زي مصر، زي ليبيا، زي دول المغرب أو الجزائر زي بعض المناطق في الشام أو في العراق دي أمثلة على بعض الدول في الموقع بتاع هذا الإقليم طيب المناخ في عبارة مختصرة حار جاف صيفا دافئ ممتر شتاء طيب لو احنا تكلمنا عنها تفصيليا في فصل الصيف حرارة مرتفعة وجفاف في فصل الشتاء دفء مع سقوط الأمطار يبدل الخصائص المناخية طيب رقم 3 النباتات والحيوانات أولا النوع الأول من النباتات اسمه غابات اسمها غابات معتدلة تنمو فين؟ فوق الجبال السبب أمطار غزيرة أمثلة على هذه المناطق في جبال أطلس مثلا زي منطقة المغرب أو الشام أو العراق طيب في أمثلة لهذه الأشجار اسم الشجر، اسم الأشجار؟ آه، عندي البلوت الفليني، الزيتون، والأرز خاصة أن الأرز دوت شعار في علم لدولة لبنان عندي كمان نباتات تعرف باسم الحشائش وهنا الحشائش أيضا تعرف باسم الحشائش المعتدلة ممكن أقول عليها الاستيبس إذن الحشائش التي تنمو في هذا الإقليم ممكن أطلق عليها إما حشائش معتدلة أو حشائش الاستيبس وهي بتنمو بعد إقليم بحر متوسط وحتى حدود إقليم صحراوي خلي بالحضرتك أن هي مهمة الاستيبس ممكن تبقى مرعة طبيعي أربي في بعض الحيوانات زي الأغنام وزي الماعز وأن لقيها بتزيد في فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار يبقى في حاجة اسمها غبات وإحنا قلنا اسمها غبات معتدلة وودينا أمثل عليها وحاجة اسمها حشائش ممكن نقول عليها معتدلة أو استيبس خلي بالك أن حدودها من أول إقليم بحر متوسط حتى منطقة الإقليم الصحراوي وخلي بالك أن هي بتزيد في فصل الشتاء علشان الأمطار ممكن تبقى مرعة طبيعي لذلك هنلاقي بيربى فيها بعض الحيوانات زي الأغنام والماعز ده بالنسبة لأول إقليم في الوطن العربي اللي هو إقليم بحر متوسط الإقليم الثاني اسمه الإقليم الصحراوي الإقليم الصحراوي ده تقريبا بيقع في وسط الوطن العربي ومساحته كبيرة بتصل لـ 80% من مساحة الوطن العربي إذن لما اسألك وقولك هو إيه أكبر إقليم مناخي في الوطن لابتقول إقليم صحراوي ليه أكبر إقليم؟ لأن مساحته 80% من الوطن العربي وهتلاقي إن حدوده جنوبا من كده إقليم بحر متوسط لحد لما نوصل عندي حدود إقليم مداري في بعض الدول العربية يبقى مساحته ما يعادل من 80% لذلك هو أكبر إقليم يقع بين إقليم واحد بحر متوسط وده موجود في الشمال حتى الإقليم المداري وده موجود في الجنوب إذن كل الأجزاء الداخلية دي للوطن العربي هي إقليم صحراوي وده مساحتها كبيرة جدا يبقى ده بالنسبة للموقع تاني موقعه الموقع بين إقليم بحر متوسط شمالا وبين إقليم مداري جنوبا مساحته 80% الخصائص المناخية مناخ الإقليم الصحراوي بتبقى مرتفعة شددة الحرارة في الصيف ومنخفضة شددة البرودة في الشتاء خاصة ليلا يبقى هنا أنا ممكن أسمي الإقليم ده إنه إقليم قري أو منطقة داخلية بعيدة عن تأثير المسطح المائي إيه الدليل؟ إيه الدليل الجغرافي إن هي فعلا بعيدة عن المسطح المائي ما بيأثرش فيها تقولي مناخها في الصيف مناخ حار شديد الحرارة خاصة نهارا في الشتاء بارد خاصة ليلا إذن هي بعيدة عن تأثير المسطح المائي فهقول عليها منطقة قرية واضح جدا من مناخها أو الخصائص المناخية لما تكلم عن الخصائص النباتية هقول لحضرتك هو النباتات بتختلف حسب كمية المطر فإن كان في عندي أمطار قليلة هتبدأ تنمو نباتات قصيرة يبقى هنا كمية الأمطار خاصة في الإقليم الصحراوي هتأثر بشكل واضح أوي على نوع النبات لو الأمطار اللي موجودة عندي أمطار قليلة أو كمية قليلة من الأمطار هتبدأ تنمو حشائش قصيرة طيب النوع الثاني لو الأمطار بدأت تبقى نادرة ودي أقل من القليلة تبدأ تنمو نباتات شوكية زي الصبار على سبيل المثال إذن هنا في اختلاف في نوع النبات بسبب اختلاف كمية المطر لو قال لك أمطار قليلة تقول له نباتات قصيرة طيب أمطار نادرة تقول هنا نباتات شوكية زي الصبار لأنها تتحمل الجفاف الشديد الحيوانات اللي هتلاقيها موجودة حيوانات تتحمل هذه الظروف المناخية القاصية زي بعض الزواحف أو بعض الغزلان على سبيل المثال أو المشهور بسفينة الصحراء اللي هي الإبل أو الجمال يبقى حتى الحيوانات التي توجد في الإقليم الصحراوي لازم تتناسب مع هذه الصروف المناخية القاصية الحرارة الشديدة صيفاً زي زواحف زي الإبل والغزلان سريعاً تاني الإقليم التاني اسمه إقليم صحراوي موقعه فين؟ تقول لي ما بين إقليم بحر متوسط شمالاً وإقليم مداري جنوباً مساحته كبيرة؟ طبعاً أدي إقليم مساحته 80% ده أكبر إقليم مناخي في الوطن العرب طب الخصائص المناخية تقول لي هو قرّي بعيد عن تأثير المسطحات المائية حرارة مرتفعة صيفاً خاصة في النهار وحرارة منخفضة شتاءاً خاصة في الليل طب النباتات والحيوانات هقول لك حسب كمية الأمطار لو الأمطار قليلة يبقى نباتات قصيرة ولو الأمطار نادرة يبقى نباتات شوكية زي الصبار عشان تتحمل الجفاف وتتحمل الحرارة المرتفعة الحيوانات عندي زي الزواحف عندي زي الإبل وأخيراً الغزلان في المناطق الصحراوية الإقليم الثالث يعرف باسم الإقليم المداري موقع الإقليم المداري هتلاقيه موجود في جنوب الوطن العربي لو أنت ركزت على الخريطة هتلاقي أنه هو موجود في جنوب السودان جنوب موريتانيا مناطق في جنوب الصومال وجنوب غرب اليمن في شبه الجزيرة العربية تاني مكانه أنا عندي من خلال الخريطة اللي قدامي بالنسبة للإقليم المداري ده موجود جنوب الوطن العربي طيب جنوب السودان جنوب دولة موريتانيا الصومال جنوب غرب شبه الجزيرة العربية دولة اليمن أو جنوب غرب دولة اليمن ده بالنسبة للموقع بتاعه طيب لما تكلم بعد كده عن الخصائص المناخية هلاقي أن الصيف هنا حرارته مرتفعة التفسير واضح أنا كده قربت من دائرة الاستواء وده عامل مؤثر أنا قلته الحصة اللي فاتت القرب من دائرة الاستواء إذن في الإقليم المداري الحرارة مرتفعة صيفا مع سقوط أمطار لأننا عندي بخار مياه كتير طيب الشتاء إلى حد ما بيبع عندي جفاف ومناخ معتدل إذن ارتفاع درجة الحرارة وأمطار صيفا الشتاء يتميز باعتدال الحرارة والجفاف نخل نبالنا من موسم سقوط الأمطار في بحر متوسط كان في الشتاء لكن بتكلم في الإقليم المداري لأذا الأمطار تسقط صيفا عشان ما نطلق بطش في المقارنة بين إقليم بحر متوسط وإقليم مداري يبقى تاني خصائص مناخية لإقليم مداري ارتفاع الحرارة في فصل الصيف مع سقوط أمطار الشتاء حرارة معتدلة جاف ما فيهوش أمطار طيب لو تكلمنا عن الخصائص النباتية والخصائص الحيوانية الغابات تعرف على اسم الإقليم اسمها الغابات المدارية هي كسيفة لكن أقل كسافة من غابات تانية اسمها الغابات الاستوائية يبقى الغابات المدارية أقل في الكسافة من الغابات الاستوائية طيب الغابات دي فيها أشجار مهمة زي نوع من الأشجار تعرف أشجار الصند طيب بما تفسر ما هي الأهمية الاقتصادية لأشجار الصند تقولي تستخدم هذه الأشجار في صناعة الصمغ العربي يبقى هنا وارد يجي سؤال بما تفسر يقول لي أهمية أشجار الصند في الاقتصاد تقول لي تستخدم في صناعة السمغ العرب دي كده اسمها غابات مدارية ومن أمثلتها أشجار الصند في نوع تاني من النباتات اسمها حشائش الحارة أو حشائش السفنة حشائش السفنة دي بتختلف وبتتدرك في الطول حسب كمية المطر وحشائش السفنة لها أهمية بما تفسر أهميتها تقول لي هي عبارة عن حديقة حيوان طبعية حديقة حيوان طبعية بما تفسر ليه إعتبرتها حديقة حيوان طبعية لأن فيها نوعين من الحيوانات النوع الأول حيوانات أكلة اللحوم والنوع التاني حيوانات أكلة العجب طيب حيوانات أكلة العجب زي إيه؟ زي الفيلة زي الزراف زي الغزلان طيب حيوانات أكلة اللحوم زي الأسود زي النمور زي الضباع إذن أنا ملاحظ أن فيه اختلاف من إقليم لإقليم سواء في الموقع أو في المناخ أو النباتات والحيوانات هعيد تاني بسرعة الإقليم المداري الموقع بتاعه جنوب الوطن العربي أمثلة على الدول زي السودان موريتانيا زي جنوب غرب شبه الجزاء العربية أو اليمن والصومان طيب إيه المناخ بتاعه؟ أنا قلت حرارة بترتفع صيفا مع أمطار طيب الشتاء حرارة معتدلة لكن جاف طيب إيه هي النباتات اللي موجودة بالنسبة للغابات تعرف بالغابات المدارية الغابات المدارية دي منها أشجار تعرف باسم أشجار الصند مهمة اقتصاديا أيوة لأن هي بتستخدم في صناعة الصمغ العربي نوع تاني من النباتات لكن اسمه الحشائش تحديدا حشائش حرة أو سفنة مهمة أكيد مهمة هي حديقة حيوان طبيعية لأن فيها حيوانات أكلة العجب زي الزراف والفيلة وحيوانات أكلة اللحوم زي الأسود والنمور أو الضبع احنا عايزين نجيب الخريطة بشكل أوضح عشان الموقع يكون واضح لكل الطلاب شمال الوطن العربي المنطقة اللي لونها أزرق دي على الخريطة بيكون إقليم البحر المتوسط هو موقع واضح شمال الوطن العربي المنطقة الداخلية اللي هي لونها أبيض كلها لحد حدودي مع الإقليم المداري دي كلها منطقة إقليم صحراوي واضح جدا اتساعه وده بيغطي بمعدل 80% من الوطن العربي طيب الأجزاء الجنوبية زي منطقة الصومال جنوب غرب شبه الجزيرة العربية والسودان وموريتانيا دوت إقليم مداري كده شكل واضح عشان لما يجي عليه أسئلة في الخريطة الصماء تبقى أنت عارف أن المنطقة الشمالية دي هي منطقة إقليم بحر متوسط المنطقة الوسطى منطقة صحراوية والمنطقة الجنوبية هو إقليم مداري ده بالنسبة لأنواع الأقليم المناخية وضحتها على الخريطة يارب إن شاء الله تكون أبسط من خلال الشرح ده تعالوا كده مع بعض نحل أسئلة طيب بنحاول إن إحنا نسبت معلوماتنا من خلال حل مجموعة من الأسئلة علشان تبقى أيصر وأسهل للطلاب فأنا عندي أول جزء من الأسئلة هو أكتب المصطلح الجغرافي للعبارات الأتية أول حاجة بيقولك الموقع بالنسبة للماء واليابس دوت اسمه موقع جغرافي يبقى الموقع بالنسبة لليابس والمياه دوت موقع جغرافي السؤال الثاني الموقع بالنسبة لدوائر عرض وخطوط الطول فده موقع فلكي السؤال الثالث الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم فدي اسمها أهمية استراتيجية السؤال الرابع حركات باطنية كبرى أدت لتكوين سلاسل جبلية مرتفعة دي اسمها حركات التوائية السؤال الخامس حركات باطنية أصابت الصخور الصلبة وأدت لارتفاع بعض المكونات كونة الجبال وانخفضت بعضها مكونا البحار دي حركات تعرف باسم حركات انكسارية أودية كانت تملأها مياه الأمطار في العصور القديمة ثم جفت ها مرافو عليك باسمها الأودية الجافة أرض منخفضة في الصحراء صالحة للحياة حيث تستمد مياهها من الأبار والعيون ويعيش بها السكان وتربى فيها حيوانات وتزرع بها المحاصيل الزراعية فدي منطقة تعرف باسم الواحات السؤال الثامن أرض مستوية أو شبه مستوية كونها النهر عن طريق ترصيب المواد العالقة بمياه على جانبين النهر ودي تسمها سهول فيضية ومن أمثلاتها طبعا ساحل وادي النيل أرض مستوية أو شبه مستوية على شواطئ البحار والمحيطات دي تسمها السهول الساحلية سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والإرساب قد تكون صخرية أو رملية يسمها سهول صحراوية المناطق البعيدة عن تأثير المسطحات المائية كالمناطق الصحراوية تعرف باسم المناطق القرية وإحنا تكلمنا عنها النهاردة في سؤال تاني بيقولك إلى أي الأقليم النباتية تنتمي النباتات الأتي يعني أنا عايزة أعرف كل نوع من النباتات بينتمي لأنهي إقليم أول نوع من النباتات يقولك الصبار ها ده إقليم رفع عليك إقليم صحراوي طيب رقم اتنين أشجار الأرز وهو فكرك أن دي تت موجودة في دولة لبنان كرمز على العلم بتاع البلاد ها إقليم ممتاز بحر متوسط البلوت والفلين فهي أشجار توجد برضو في إقليم البحر المتوسط الزيتون أشجار الزيتون تقع في شمال الوطن العربي من ضمن أقليم البحر المتوسط أشجار الصند أنا قلت أن هذه الأشجار لها أهمية اقتصادية هي في الإقليم المداني أهميتها الاقتصادية أنها تستخدم في صناعة السمغ العرب يبقى أشجار الصند بتنمو في الإقليم المداري ويصنع منها الصمغ العربي في عندي حشائش اسمها حشائش السافانة ممكن أقول عليها حشائش حرة لتنين صح وهي توجد في الإقليم المداري احنا قلنا أن هذا النوع من الحشائش يعتبر حديقة حيوان طبيعي أنا عندي جدول بيوضح مناطق الأقاليم المناخية وفي بعض العبارات اللي بتبقى مش كاملة فيه فاحنا هنكملها مع بعض طيب أول جزء عندي أول إقليم عندي كده رقم واحد من فوق فاضي الموقع بتاعه مش موجود عندي خصائص مناخية بقولك حار جاف صيفا ودافق ممتر شتاء والدول زي مصر وزي ليبيا والجزاء والمغرب يبقى اسم الإقليم ده إيه؟ الإقليم ده اسمه إقليم البحر المتوسط طيب إقليم البحر المتوسط ده موقعه فين في الوطن العربي؟ أنا عايز الناس تجاوب معي برافو عليك موجود شمال الوطن العربي ويطل على البحر المتوسط يبقى ده منطقة بحر متوسط الإقليم رقم اتنين اسمه الإقليم الصحراوي هو طالب يعرف الموقع بتاعه ومدين الخصائص المناخية بتاعته وأهم الدول الإقليم الصحراوي ده مكانه ما بين إقليم بحر متوسط شمالا حتى إقليم مداري جنوبا وقلت إقليم بحر متوسط هو يعتبر أكبر إقليم مساحته 80% من مساحة الأقليم اللي موجودة في الوطن العربي الإقليم الثالث المعلومة اللي عنده مكتوب جنوب الوطن العربي ومكتوب من أمثلة الدول السودان ومدين الخصائص المناخية يبقى اسم الإقليم هو الإقليم المداري ده بالنسبة لشكل أكمل الجدول التالي ممكن يديك بعض المعلومات عن الإقليم ويطلب منك اسم أو موقع أو خصائص مناخية أو مناطق فيها غابات أو نباتات الأسئلة بعدها بتكلم عن بما تفسر نمو الغابات المدارية في أقصى جنوب الوطن العربي أنا قلت لحضرتك المناطق الجنوبية تتميز بارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار يبقى الإجابة بسبب غزارة الأمطار الصيفية التي تسقط في جنوب الوطن العربي السؤال الثاني أهمية أشجار الغابات المدارية ليها أهمية اقتصادية تحديدا أشجار الصنط أنا قلت لحضرتك أن أشجار الصنط دي تستخدم في صناعة الصمغ العربي ودي هي أهميتها الاقتصادية السؤال التالي نمو الغابات المعتدلة شمال الوطن العربي هنا إقليم بحر متوسط تبدأ تسقط أمطار في فصل الشتاء يبقى تسقط هذه الغابات أو تنمو هذه الغابات في شمال الوطن العربي بسبب الأمطار التي تسقط في فصل الشتاء في شمال الوطن العربي السؤال اللي بعده تعد السودان من أهم المناطق الرعوية في وطننا العربي هو قالك هنا مناطق السودان يبقى عندي إقليم مداري وعندي حشائش سافنة تصلح أن هي يربي فيها بعض الحيوانات في السودان فهي تعتبر مراعي طبيعي تدرك حشائش السافنة في الطول كلما بتعدنا عن دائرة الاستواء خلي بالك أن النباتات هنا بتختلف في نموها وطولها حسب كمية المطر فأجابت السؤال ده هنقول بسبب اختلاف أو تدرك كمية الأمطار يبقى هنا الإجابة كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء تقل كمية المطر وبالتالي يتدرك طول حشائش السافنة ازدهار حشائش الاستيبس شتاء بسبب سقوط الأمطار يبقى هنا الأمطار الشتوية بتؤثر بأن هي بتزود حشائش الاستيبس في شمال الوطن العربي في إقليم البحر المتوسط اختلاف نوع النباتات الطبيعية في الإقليم الصحراوي بين القصيرة والشوكية السبب هنا كمية المطر فإذا كانت الأمطار قليلة تنمو الحشائش القصيرة وإذا كانت الأمطار نادرة تنمو النباتات الصحراوية زي الصبار يبقى بسبب اختلاف كمية المطر فالحشائش القصيرة بتنمو في الأمطار القليلة والنباتات الصحراوية زي التين الشوكي بينمو في المناطق نادرة المطر ده كان بالنسبة لدرسينا النهاردة ومراجعتنا على الجزء السابق في منهج الجغرافيا أتمنى تكون الناس كلها استفادت ورجعت معايا كويس شكراً للحسن استماعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة